قضي الأمر الذي فيه تستفتياً برد المحكمة الاتحادية دعوة قضائية ضد محمد نور الكربولي رفعها النائب باسم خشان تفشل أولى محاولات الاشتباك السياسي ليقول القضاء كلمته الفصل بالمقابل أصدرت رئاسة الجمهورية مرسومها بالمصادقة على المحافظين يصبح الطريق سالكاً نحو تحقيق مطالب أهل الأنبار وعلى ذات نهجه في خدمة المحافظة وأهلها وكما وعد سابقاً بالعمل لمصلحة الأنبار سواء في المنصب أو خارجه وجه رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي رسالة إلى الحكومة الاتحادية أجمل فيها أبرز احتياجات الأنبار والمطالب الحقيقية لأهلها وعلى رأسها التعويضات وإعادة الأعمار وإنصاف الأبرياء ومعالجة أسباب الإرهاب فيما ذكر بمرحلة الخراب والتهجير والمتسببين بها والذين يحاولون اليوم إعادة الكرة مجدداً عبر تشويه صورتها والعبث باستقرارها رغم أن المحافظة قالت كلمتها ورفضت تجار الحروب ومؤججي الفتن من الأحزاب المتأسلمة رسالة الحلبوسي إلى بغداد جاءت كنقوص خطر وتحذير مما يحاكل الأنبار وأهلها من خفافيش الظلام لتدارك ما دبر بالليل ولا تحين مندمي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة